لا جديد تحت شمس المفوضية سوى المزيد من الغيوم هذا ما يتبادر إلى الذهن بمجرد قراءة الرسالة التي بعثها الدكتور أمين آرين مدير فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية للقاضي جليل عدنان رئيس مفوضية الانتخابات رسالة وضعت النقاط على حروف الشك وفجرت قنبلة تنوير أضاءت بها ساحة تنتابها الريبة من كيفية تعين المديرين العامين في المفوضية والمعايير التي اعتمدتها المفوضية قيل ما قيل حول ذلك وتحدث بعضهم عن عودة منطق المحاصصة في تقاسم هذه المواقع المهمة ولهذا احتوت الرسالة على رفض اليونامي الاشتراك في اجتماع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذي جاء فقط لتأكيد اختيار المديرين العامين الذي يمثل نهاية العملية فمن حيث المبدأ لن تشارك بعثة الأمم المتحدة في المصادقة على عملية لم تشارك بها بالكامل وفي هذا الموقف تشكيك في المدخلات يطعن في تعين المديرين العامين كيف سترد المفوضية وهي أحواج ما تكون للدعم المعنوي في هذا الوقت هل ستمضي في إجراءاتها أم أن غيوم الخلاف ستمطر مجددا دعونا ننتظر فالشمس لم تغب بعد واحتمالات الجديد ما زالت ممكنة ترجمة نانسي قنقر